عادت المكتبة المركزية لجامعة الموصل إحدى أهم جامعات في العراق للحياة مجدداً باستقبالها القراءة والباحثين بعدما تعرضت للحرق والتدمير خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المدينة قبل سنوات مكتبة عريقة معروفة تأسست سنة عام 1967 ميلادية تحتوي على كافة الكتب من كافة العلوم مصنفة حتى بتصنيف دوي العشري العالمي أي من الصفر إلى التسعمية وتقوم هذه المكتبة بخدمة كافة المستفيدين من طلب الدراسات الأولية وعليا وأساتذة وموظفين بالنسبة للمفقودات الكتب اللي فقدناها ما يقارب أكثر من 85 أو 90% الذي تم إنقاذه شيء قليل جداً وبالرغم من خساراتها الكبيرة إلا أن رفوف المكتبة المركزية لجامعة الموصل عادت وامتلأت من جديد بالكتب من شتى الأنواع تخدم فيها الباحثين عن العلم بجميع أشكال ما تحتويه الآن على كتب هي نتاج فكري لمبدعي جامعة الموصل والمجتمع بالإضافة للمكتبات الشخصية التي أهديت للمكتبة المركزية وأيضاً بالإضافة لجهود المتطوعين من منظمات مجتمع دولي أو محلي ويؤكد زائر المكتبة الضخمة بما تحتويه من كتب أنها ستكون مصدراً أساسياً يزود العراقيين بالمعرفة والثقافة أنا بالنسبة لي كطالب بجامعة الموصل بكلية التمريض أنا أحتاج هذه الكتب سواء ببحث الماجستير أو مثلاً ببحث الدكتورة بما أنه هي مكتبة مركزية أكيد إحنا راح نلقي الكتب الموجودة سواء هي كتب دولية أو كتب دينية أنا بالنسبة لي لقيت الكتب اللي أنا شانت أيداً شوفها وعرفت الموصل بمكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة المحفوظة منذ مئات السنين لكن العمليات العسكرية وسيطرة داعش على المدينة أتلفت ألاف الكتب فيما بيع الثمين والنادر منها في السوق السوداء